اقليم برقزال من دمين الاقاليم من 23 انا شاد طبعا اقليم برقزال متكون من 4 محافظة و 12 سو بريفكتير او نسميها كومين و منها ايضا 18 الكنتون اقليم طبعا اندام مساحة كبيرة مساحة 69000 كم مربة والتحيط بياها من اربع اقليم بطها كانين برقو اقليم برقزال اقليم برقزال اقليم سوكان اندى سوكان 1865 انا شدت اشرين 1865 ابيتان الاقليم الاقليم طبعا اقليم صحراوي كما تلاحظون وايضا تمتاز ب بزرور الحيوانية والاراضي السرعية وهركة التجارية ايضا فيها دائما علاقتها مع الليبيا ودائما اقليم اقليم برما اقليم تمتاز في عشياء كثيرة والاقليم برقزال طبعا كثير من الناس اللي رؤى نتيجة للجزير نتيجة للصحراء والجفاب والتصاهر دائما يعني تحجر في فترة السيف الى الجنوب تمتقد الجنوب نتيجة كلة العشب والكل والمياه طبعا موجودة لكن بلا عشب الحيوانات لا تستطيع ان تستقر في نفس المنطقة فلذلك دائما تحجر في الجنوب والفترة الخريبة اذا كانت يعني البعض السنوات طبعا المبيجي بشكل متوسط ممكن تطلع فوق في الشمال وبعد تنتقل الى الجنوب وايضا في تمتاز في حركة تجارية الحركة تجارية مثل ما قلت اندى علاقة مع نجيريا واندى علاقة مع نجير اندى علاقة مع سودان اندى علاقة مع ليبيا دائما دائما حركة تجارية بادي شكل ممكن بعض الاشياء مع كلاد ممكن تجمن انجمن فلذلك اقليم يعني اقليم ممتاز اقليم ممتاز لكن اذا لم تكن هناك جهود جبارة مثل الحكومة والشركات ممكن مستقبلا الاقليم ممكن تعمل جفاف فلذلك دائما نحن هارسين واندنا ممتاز مع المنستير الوزارات المالية على اساس ان اقليم لابد تدعم في الفترات السعبة بهذا الشكل ما في اي مشكلة هروق العمنية ما في هروق العمنية صحيح الحياة لابد اذا كان في يتواجد اي مكان في مجموعة من الناس بدت تحصل احتكا قابة بسيطة دا الشي بسيط على مصطوى المنطقة بسيطة عامة ومشكلة هنا الابير اغريق المشكلة هنا بوي بوين دو الشيء المثل دا بحصل لكن دا بأسر وقت يحصم دا ما عند اي مشكلة من ناحية الامنية القليم مستقرة ومستطبة ما عند اي خروق امنية لكن من ناحية الاميغراشن او الحجرة غري شرعية في منطقة ليست في برغزال او اقليم برغزال فقط وانما كثير من الاقليم مثل هجر لاميث وماء كانيم في كثير من المناطق في ناس تعبر بهذا المكان ونحن ايضا عملنا جهود وخاصة القوة العمنية وعمل جهود كبيرة جدا وقدرنا ودهرناهم كثير والمجرمين البنقل وفوق الناس بطريقة غري شرعية ايضا انتناهم المحكمة ويعني جهود تبزل جهود كبيرة في هذه الفترة بالذات يعني كثير من الناس بيجوا من بره وليست يعني في المنطقة وهذا بيجوا من الجمانة بيجوا من حتى من الجنوب من اللعي ومن المكانات كثير يعني من بنقور مكانات كثير ناش يزيجوا وعننا كثير ممكن اكثر من خمص في الناس اننا دارنام في المنطقة دارنام وسلمنا في المحكمة اي اقلم صحية اقلم صحراوي تعبر صعبة جدا مية 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 ممكن تدار هؤلاء الناس صعبة جدا لكن بهكم القوات الامنية بالليل ونهار ايضا قاعد تبزل جهود كبيرة جدا وبمساعدة ايضا سكان الموجودين في المنطقة كله بزل جهود جدا جدا فلذلك ما منس الاول لكن اتمنى الشباب بفهم اتمنى اتمنى الامنية 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 يفكروا كيف الناس يقولوا في دولتهم لابد يخدم في دولتهم لابد ان يفكروا لمستقبل الدولة تشاد مثل ما قلت الهكومة الشادية وخاصة مرشال الدفاع الله رحمه عمل جهود كبيرة جدا من ناحية تعليم بنى كثير من المشتشفيات بنى كثير المدارس كليات والجامعات من اجل دراسة الابناء الشاد اولادا وبنات لكن من ناحية الاسر من ناحية الاسر ما يعني شالغونية مثل ما يدور القبر دماضي الشاد فلذلك كثير من اليوم الاكلات يعني تجد اطفال اطفال اقلية فرما اقلية بسيطة جدا وخاصة البنات في المدارس البريمير او الابتدائية تجد بنات واولاد مليان في اي مكان في اي مكان ودراسة البنات نادر جدا جدا نادر جدا اذا كل مسائل والهكومة الشادية والشركاء الشاد كل بضل جهود وتعوية لكن حتى الان ما شكل يعني مطلوب فغى من قبل الهكومة الشادية فلذلك هذه الجهود يجب ان تستمر يجب ان تستمر من الوزرات المعنية من الهقام الاقالين والمخافضات الرجال الدين والعلياء ايضا طلب بهاجة الى جهود بهاجة لاستمرارية في طوية سينو في حالة الهدسة ماشي فوق ده في بعض المناطق ده روما يعني خطر الانس ما فهمين يعني دراسة الاهمية الدراسة ما فهمين فلذلك يعني الهكومة احتمت كتير ده مجال يعني اه الدراسة لان انتم تشوفوا المدارس الكام قايدين والجامع المستش اه معاية القايدين من اجل تعليم بنات فوق لكن ماجوريت يعني يعبس وده يعني للعاصف شديد اما من ناحية الصحة من ناحية الصحة ايدا انتم تعرفو مشتشفات كتير بنات والمراكز الصحية ايدا كتير جدا جدا هنا انا سخصيا في المنطقة الان موجود فوق انا نشكرهم يعني ديليغاسيون انا صنتي وفي نوز اتنا وقت يعني وفي ناحية المنطقة سعلي انا وفي ناحية العصف موجود بنات والكتير ماهر سعلي ناحية انا موجود لّكي تي Cambridge لتحالل لسالي يوم في مجرمي بسجل يوم يوم في مجرمي ما يكون ان دكتور يسواني فوق الناس ولا يدول فوق الناس فالذلك الكومة بضلت كتير من الجهود منطقة ما عندنا مشاكل كتير لكن بهاجة إلى دعم لأن منطقة بعيد من العاصمة ومنطقة الصحراوية ولابد دعم من ناحية santé ومن ناحية الإدكاسيون التعليم بالذات التعايش السلمي ما في أي مشكلة في هذه المنطقة لكن الشغل الموجود ممكن مشاكل شوية الأفر أغريكولتير أو ناس ممكن عند النزاعات أماكن العبار أو زراعة بعض رفشيا سينو كوابتاشن پاسيفيك انتر كوميناتر سينو سينو هنا ما في أي مشكلة لكن المشاكل هنا إلى برأة أغريكولتير أيضا ما شغل كتير لأن منطقة ذاتك ما في قش كتير ومنطقة ممكن مثل أبور في الغريب ممكن تيجي فوق والسيف بينشي برجة إلى مناطق أخرى مثل شاريبا قرمي أو حتى الجنوب في حتى البنغور الناس يمشي هناك بالتالي في الفترة الخريفة تتلا ممكن هل إذا أنتم تشوفو تتجاولو في أي جناس كتير قاعدين الناس هنا الشمال هنا مناطق هنا بيئة كلهم موجودين هنا والناس الآخرين هنا كانوا موجودين الناس هنا العدي موجودين وناس يعني أجناس كتير جدا موجودين كوافيتاشون يعني بارفيت ما في أي مشكلة إلا مشاكل آبار أو زراعة أو بعض الأشياء سينو ما في أي مشكلة وكاسة من كبل الإداريين هنا موجودين مختلف الخدمات أملنا هنا بريد يعلوك هنا كله أملنا كله الكوش الموجودين كله شمالناهم وأننا مستعدين دائما أبدا يعني سنسبوليزاتيون فيرنا بيه وعافية وسلام والاستقرار في منطقة وفي الدولة باستفاهم أننا مستعدين وشعب أيضا مستعدين نازي دورو عافية وسلام والاستقرار في المنطقة ما في أي مشكلة ونحن مستمرين وأملنا جهود كبيرة ومن قبل أيضا الهكومة ذاتك يعني ما خلا وأننا كلهم مستمرين النصفة تجاه السياسة الهكومة ونفس الشيء يعني ما في أي مشكلة ناس مستعدين للسلام والعافية في المنطقة وعملنا جهود أيضا والله صعبات ما كتير صعبات ده نبقى ده أي مجتمع أي مكان فيه صعبات لكن أننا ما وجهتنا أي صعبات لأن عبر راديو ونماء أيضا يعني شيء مهم جدا جدا يوميا موجهة إلى مؤجهة للشعب والسلام والعافية وما في أي مشكلة يعني أننا وجهتنا كتير ده ما في أصلا ما في أصلا صعبات صحيح صعبات بسيطة بسيطة وده ما ممكن أننا نقوله ده وده لكن ده أني متسري مع الحكومة الحكومة ممكن إذا كان عندنا صعوبة حكومة ذات أجابها هاول بوفر لنا أشياء ناقصة أو شيء ده موجود لكن المشكلة كبيرة كأننا وجهتنا ما في أصلا وناس فحيمين والمسائل أيضا الفحيمين ودورهم قيلة بفوقها بشكل جيد وملاحظ كل من برجزال في أشياء تميز بعض العقاليم طبعا أنتم تعرفوا إقليم إقليم صحراوي ودائما فيها ظحف الصحراوي أو صحرا وجفاف تسود فوقها في هذا الإقليم وده أشياء من المناطق الأخرى كثير من المناطق ممكن شمال أما من المناطق 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 فوقها معه هنا كله يعني جو وحيد الإقليم المناطق التميز هو نظرة أيضا للمياه والمياه ما جاء فيه المياه في الفترة الخريف دائما المياه أقل إقليم تمتر فوق المياه هنا وده أيضا تتميز من بعض الأقليم وفي نظرة أقليم أيضا أقليم لها أيضا مياه ضخمة جوفية بشكل كبير جدا جدا في الأقليم البرغازال وما استقلت هذا المياه سنو عند المياه الجوفية تمتاز يعني من الأقليم الأخرى والتاني أقليم فيها أيضا عند ناس عندهم كرم كرم شديد يعني أنت تشيبه مثلا أنت تمشي مكان واحد أنت مشيت سيارة واحد ولا أو مجموعة ثلاثة عربة خمسة مشيت إلا يدبع لك خنم في مكان يدبع لك جمل ذات يعني إنم كرم عجيب لذات يعني تمتاز يعني قليم بشكل كبير من هذا الكرم و أقليم تمتاز أيضا ما يعني بإيجابي ما بإيجابي امتياز هنا بنات ما يقروا ذات وك إن تمييز عجيب جدا من العقليم الأخرى البنات للمنطقة يعني ما يقروا مثل ما قبل قلت في المدارس الإبتدائية توجد أدفال لكن عندما تصل سن 14 أو 15 سنة تختفي تختفي نهائيا وده أيضا تمتاز لكن شغل سلبي سلبي خالص إذن أقليم أيضا عند حركة تجارية في كثير من التجار يعني عندهم حركة تجارية وزراع أيضا في بداية لكن في الوديان في زراع معرشال موجود بارابور يعني أقليم صحراوي أخرى هنا تمتاز زيادة الزراع أكثر من أقليم صحراوي أخرى مثل البيت أو هنا أفضل من من هنا فلذلك يعني أقليم امتزاز أشياء كثير جدا جدا وناس أيضا متمسكين ما في يعني ياته والأقليم أيضا أني مقنات فيها امتزاز دائما ناس قبائل تتكاتل وبعمل أشياء خطيرة غريبة جدا هنا أقليم دا أصلا ما في شغل دا رسالة دا أنا الشغل النوري دا أول شي لابد شعب كبير وصغير كله يتمسك لابد بالتوجهات والأطروحات لهكومة شرية لابد أي إنسان يتمسك ولابد أي إنسان يتمسك بالقانون واللواية التي تصطر من الهكومة لابد أن يتمسك ولابد أي إنسان يطلب السلام والعافية والاستقرار في المنطقة وفي شعب بسفة عم لأن شعب هي أبونا وأمنا التي ما بموت أمهاتنا الحقيقيين والأبهاتنا بموت لكن شعب ما بموت إذن لابد أن نتمسك بالشعب في العالم الجديد نتمسك جميعا لأن كلنا كجديين ولابد نهارب الأنصرية والقراهية والحقد لابد نهارب سواء كان في المنطقة سواء كان في أي مكان في شات لابد نهارب الأنصرية ولابد أن نتجف هو الكتاب المقدس إنجيل يوري إنجيل بقول من لتمك بخطغ الأيمن فعطيه أيصر هذا إنجيل يوري الكلام ذا كلام مهم ذا السلام والعيش سويا مع غير مع أي إنسان دمانانه القرآن يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنسة وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعرفوا إن أقرمكم إن الله أطقاكم إذن يجب أن نتمسق بأشياء مهمة ونقدر نعيشه بالسلام والعافية في شات وفي أي مكان لا بد أن يتمسق عشان تشاد تصدب بالسلام والعافية وتبدأ التنمية والتطوير والتغيير دا لا بد التغيير سلوكياتنا مهم جدا وتعاملاتنا مهم جدا حب بعضنا بعض مهم جدا فلذلك شادين مطلوبين أن يتمسقوا الحكومة تشادية الشغل يدور دا إذن شغل الهكومتنا يدور دا لابد أن نتمسق فوقا ونعمل فوقا ونأتز فوقا موسيقى 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 موسيقى